بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة قابلية الاشتقاق للدالة الجذرية حمداء عاتد حيث أنصح به شعبات العلم التجربية والتقني الرياضي والرياضي للثالثة ثانوي حيث قال لتكون الدالة F المعرفة على المجال من الواحد إلى الزائد ما لنهاية بالعبارة قال 1 بين أن F على X ناقص واحد تسعين X على جذر X مربع ناقص X ثانيا ألف قال عين Limit F على X ناقص واحد لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر ثم قال هل الدالة F قابلة للاشتقاق عند واحد بقى لأعطي تفسيرا هندسيا للنتيجة السابقة إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال بين أن F لX على X ناقص واحد تسعين X على جذر X مربع ناقص X إذن نكتب هنا العنوان البرهان أو التبيان أن ماذا؟ أن F لX على X ناقص واحد تسعين X على جذر X مربع ناقص X ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة تصبحنا هكذا F لX على X ناقص واحد يسوي الـF لX التي هي جذر X مربع ناقص X على X ناقص واحد يمكن الآن يا أبنائي أن نضرب هذا الجذر في نفسه يعني تصبحنا هكذا نضرب هنا في X مربع ناقص X بما أن نضربناه في البسط نخلفه في المقام هنا في المقام كذلك نضرب نضرب في X مربع ناقص X أي جذر إذا ضرب في نفسه ما عليه إلا أن يذهب فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا X مربع ناقص X على X ناقص واحد في جذر X مربع ناقص X هكذا لكن في البسط هنا يمكن أن نستخرج X كعمل مشترك إذا استخرجنا X عام مشترك ماذا ينتج؟ ينتج لنا أن X في X ناقص واحد هكذا فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا X عفوا إذا تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ X على جذر X مربع ناقص X وهو المطلوب الذي طريب منه إذا F لX على X ناقص واحد تساوي لنا X على جذر X مربع ناقص X نكتب هنا وهكذا نقول ومنه أن F لX على X ناقص واحد تساوي لنا هذه النتيجة بعدها أكيد هذا السؤال سوف يخذه هنا في السؤال الذي بعده قال عين Limit F لX على X ناقص واحد لما X يؤدي للواحد بقيم أكبر إذا نأتي الآن بعدما نكتب الإجابة لهذا السؤال نأتي الآن نكتب هنا تعيين Limit F لX على X ناقص واحد لما X يؤدي للواحد بقيم أكبر دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبناي تصبحنا نقول هكذا Limit F لX على X ناقص واحد لما X يؤدي للواحد بقيم أكبر تساوي F لX على X ناقص واحد ها هي ماذا تساوي معناه هذه نعوذها في هذا الموضع لأن قد حسبناها من قبل فتصبحنا Limit X على X مربع ناقص X تحت الجذر لما X يؤدي للواحد بقيم أكبر هنا أركز وأرجوكم لو نعوذ تعويض مباشر سوف نجد ماذا؟ نجد هنا واحد على ماذا؟ على صفر لكن على صفر زائد أو صفر ناقص ركزوا سوف نفسر هنا نقطة نقطة تحت التعلم وتصبح لنا تساوينا Limit لاحظوا جيدا X المقام إذا أتينا نستخرج X على مشترك X في X ناقص واحد هكذا ولكن تحت الجذر مع قنة X يؤدي للواحد بقيم أكبر بمأننا هنا تعامل في هذا المجال لاحظوا وانتبهوا أرجوكم وركزوا معناها المجال هنا يصبح لنا مفتوح ركزوا تساوي لنا هكذا Limit X على جذر X في جذر X مربع ناقص X لما X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر يعني هنا المجال ليس يصبح لنا هذا إنما يصبح لنا هكذا الواحد إلى غاية زائد من النهاية لماذا أبني لهذا قال X يؤول إلى الواحد بقيم أكبر بقيم أكبر لأن لو نضع مباشرة صبح لنا هنا الصفر لكن إما الصفر زائد إلا أنه هنا أعتذر هنا نعتذر هنا في هذا المكان تصبح لنا ماذا صبح لنا X ناقص واحد أعتذر أرجوكم لهذا الخطأ الذي صدر منه إذن بعدها ماذا ينتج إذن قلت نعتذر تصبح لنا تساوي لنا Limit هكذا عندنا X ما هو في الأصل هو جذر X في جذر X معنا هذا X الذي كان في البسط هو جذر X في جذر X ونحن نتعامل في المجال من الواحد إلى زائد معناه جذر X يبقى قيمة مجابة فماذا يحدث يذهب لكم هذا مع هذا أركز وأرجوكم فتصبح لنا ماذا تصبح لنا جذر X في واحد على جذر X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر أريد أن أشرح كل شيء بالتفصيل حتى يفهم الجميع هذه في الأصل تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا Limit جذر X في واحد على X ناقص واحد هكذا لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر لاحظوا ماذا فعلت؟ عندنا هذا الجذر X يبقى جذر X لكن هذا إذا وضعنا هنا الجذر كليا لا يحدث شيء لماذا؟ لأن الجذر واحد هو موجب وهذا موجب والآخر موجب فيمكن أن نواحد لهم الجذر لكن نحن عندنا نهاية شاهدة أنه المعروف أن Limit ماذا؟ Limit 1 على X ناقص A لما X يقول إلى A بقيم أكبر المعروف أن هذه تساوي لنا زائد من النهاية هذا نطبقه على Limit ماذا؟ 1 على X ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر هذه تعطي لكم زائد من النهاية معنى هذا لاحظوا جيدا إذن قلت هذا الذي بالداخل يصبح مال النهاية جذر مال النهاية ماذا يعطي لكم؟ إذن هذا أنا مصبحت جذر مال النهاية جذر مال النهاية هو مال النهاية المال النهاية في عوض هنا بالواحد لأن هنا نعوض بالواحد مال النهاية في واحد ماذا يعطي لكم؟ أكيد سوف يعطي لنا زائد مال النهاية أعيد حتى تفهموا هذا الذي بالداخل كم أعطى لكم؟ أعطى لنا مال النهاية جذر مال النهاية كم؟ مال النهاية في واحد لأن هنا نعوذ بواحد لأن الـ x دائما يأول إلى واحد نصبح مالا نهاية في واحد إنها مالا نهاية وهذه لا تنتمي إلى الأعداد الحقيقية لأن المالا نهاية المجال عندها مفتوح فماذا يمكن أن نقول قال هل الدالة f قابل للاشتقاق عند واحد بما أن هنا القيمة التي وجدناها كم مالا نهاية والمالا نهاية أصلا لا تنتمي إلى R إذن نقول إذن بعدما وجدنا هذا الأمر نقول هكذا نقول ومنه الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند واحد عند واحد غير قابلة للاشتقاق قال أعطي تفسير هندسي لهذه النتيجة إذن نحن عندنا ركزوا هنا أرجوكم لماذا غير قابلة للاشتقاق لأن هذه في الأصل لو تدققوا معي وتنتبه أرجوكم عندنا هذه لمت ف لإكس في الأصل المكتوبة ف لإكس ناقص ف لواحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر هذه ركزوا أرجوكم حتى تعلموا هذه الكتابة هذه في الأصل المكتوبة هنا لكن يقول أحدكم وف لواحد لكن لا تنسوا أن أف لواحد يسوينا جذر واحد ناقص واحد الذي هو صفر لهذا هنا الصفر والصفر لا يظهر لهذا هنا لم يكتب كلمة أف لصفر فأصبحت تسوينا ماذا؟ أصبحت تسوينا لمت أف لإكس على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر هذا ماذا؟ هذا هو قانون الإشتقاقية عند الواحد ووجدناها نحن ماذا؟ هذه القيمة وجدناها أنها مال نهاية والمال نهاية قيمة غير منتهية نقول لهذا قلنا أدى لأف غير قابلة لإشتقاق عند الواحد الآن ماذا يمكن أن نقول؟ التفسير البياني إذن نكتب التفسير الهندسي أو البياني التفسير الهندسي أن ماذا؟ أدى إذن أو منحناء نقول منحناء الدالة أف منحناء الدالة أف يقبل ماذا؟ نصف هكذا نصف مماس عمودي نصف عمودي معادلته إكس يساولنا كم؟ يساولنا واحد إكس يساولنا واحد لاحظوا كيف ذلك؟ معنى لو نأتي إلى مثلا إلى الدالة هذه الدالة البسيطة التي هي معروفة أنها جذر إكس لو نقوم بالحساب بالدراسة الاشتقاقية عند الصفر لو وجدناها كذلك مال نهاية لما نجدها مال نهاية يأتينا أولا يأتينا منحناء البياني هكذا فعندنا ها هو نصف مماس إكس يساوي الصفر ها هو أمامكم ها هو نصف مماس لماذا هنا ميله مال نهاية؟ والميل مال نهاية يعطي لنا مستقيم عمود معنى نصف مماس عمود الذي هو إكس يساولنا الصفر هنا كذلك مثال الذي لدينا إذا جئنا وقال عند إذا وقمنا مثلا بالتقريب برسم هذه الدالة إذا قلنا هنا الواحد وهنا الاثنان فيأتيكم هكذا انظروا ها هو المنحنة هذه الدالة وهنا يأتينا نصف مماس هكذا نصف مماس عمودي حيث معادلته ما هو معادلته إكس يساوي لنا واحد إذا تذكروا إذا درست الاشتقاقية عند عدد وجدت مال نهاية لا يهم زائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية فنقول منحنة الدالة آف يقبل نصف مماس عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتي معادلته إكس يساوي لنا هذه القيمة التي درسنا عندها الاشتقاقية أرجو قد فهمتم هذا الحالة اللي هي مع الجذر يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأجزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والتراحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمعار وفقكم الله إلى ما يحبوا ويرضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا